موسيقى وبتعرفوا أحباء كتير أنبياء إرمياء ودنيال صلوا ولسيما عندما ذهب الشعب إلى السبي بتشوف في سفر المراثي أرمياء كيف بيسكب نفسه وبتشوف النبي دنيال عندما أدرك أنه السبي كان نتيجة الخطية ونتيجة ابتعادهم وانفصالهم عن الله ابتدأ يتدرع إلى الله ويطالب الله بالغفران ويتوب عن نفسه وعن خطايا شعبه وعن خطايا الآباء ويذكر الله بموعده أنه بعد سبعين سنة رح يرجع الشعب من السبي إلى أرض يهوذة إلى أور شليم أمور أحباء من خلال الصلوات عملت أمور خارقة وهذا أحبائي ما نراه في شخصية موسى موسى تشفع أمام الله وذكر الله بالعهد واتكلم مع الله كما يكلم صاحبه وهذه واحدة من نعم الله أنه نستطيع نتكلم مع الله بلغة إنسانية فمن يستطيع أن يكلم الله بأي لغة القدوس البار المكتوب عنه إله غيور إله نار آكلة ولكن من أجل نعمته من أجل محبته هنا التوازن في الصفات الإلهية أنه كلم الرب وعندما صلى موسى في آية تسعة في خروج أربعة وثلاثين إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا فإنه شعب يعني بوافئ مع الله شعب صلب الرقبة واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا فقال هنا الرب يكلم هأنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب إن الذي أنا فاعله معك رهيب وهنا أحبائي منشوف كيف موسى من خلال طاعته في العبرانيين موسى عندما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزاء مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان رغم غطرست وبطش وعنفوان فرعون بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان استطاع موسى بالعينين الروحية أن يرى الله فوق كل الظروف ونحن بعين الإيمان أحباء ننظر أن الله أقوى من أي وبأ ومن أي مرض ومن أي كاثرة ومن أي تفكك أسري ومن أي حياة فتور أو تراجع أو قهر أو إزلال أو فشل أو خسارة أو يعني فشل بالمعارك الروحية أني فاعله فاعل معاك أمر رهيب لأنه الله لم ولن يتغير مكتوب عن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد فإذا موسى رجل الله استطاع أن يمنع الضرب مع أن الله في عدة مرات دان الشعب وبسبب أنه جربوا الرب عشر مرات في البرية مات كل الشعب القديم ما عدا الشباب من ابن عشرين كان فما دون طبعا ما عدا كالب بن يفن ويشوع بن نون لأنه طاعوا وأكرموا الرب نتعلم من هذا أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر